بدأت الحرب العالمية الرابعة يا حبايب بين ويسام تيكيت ومحمد جواني جواني مبارحة نزل أغنية الجديدة والتي كانت عبارة عن ديس على ويسام تيكيت وبعض اليوتيوبر والديس كان كلش قوي الصراحة لدرجة انه اطلقنا رحلة البحث عن جبهة ويسام تيكيت وللقاها الا الجائزة طبعا الناس بقوا يدورون ولكن ما احد لقاها وظلت مفقودة الوما ان ويسام قرر انه يطلع ويسترجعها بنفسه بحيه يتنزل بحسابه الانستغرام بعض الستوريات اللي حطلكم يا هلم وتبتهمون يا جماعة الخير فيه شخص او شخصائي يعني من كتر معنو متحمس تلكليب تبعنا اللي بدو ينزل نزل الرد عليه مع انو الكليب للسماء ما انتشر ما طلع طبعا هنا يقصد جواني واغنية الجديدة اللي اساسا ويسام تيكيت مارد على الاغنية الاولى اللي ايضا كانت ديستراك اللي هي كانت قوتشي ولكن جواني نزل وردة وردة اللي هي اساسا المفروض تكون الرد على وسام بعد ما وسام ينزل الرد عرفت كيف برو يعني كان هو قاعد انو ايه هلا بس ينزلو انا راح انشر كذا اه اه يا الله كانوا نطولوا طب يلا راح ننزل الرد اه لا تفاك على كلن اه الكليب جاري تصويرو وشي راح يكون يعني فوق 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 ما راح احكي كتير بس انتو بتعرفو مثلا اغنيت مكاني بنهار انا حكيت انو الكليب خرافي والاغنة خرافية لا بس هي خرافية دائما على كلن اصدقائي اليوم نحنا جايما التصوير وتعبانين بس حبيت احكي لكم ليش هم تضحك حبيت احكي لكم انو عارف انو بفترة الاخيرة انو ما كتير في حاش حاش يالله كلما بعيني ستوري بخروض فيها بالحكي بصير يضحك علي باين متل هيك حافظ شعر امو طالعتو بغصب انو صار احكي اصدهرت اللبسة الطبيعة سوبها الاخضر وولا الشغلة الكامب بحكي لكم اياها انو اشتقتلكم كتير والله العظيم اشتقتلكم كتير وعارف انو ما في انو تواجد يعني كبير على السوشال ميديا لفترة الاخيرة في ظروف كانت موجودة كتبن قول بيتي بس الرجعة هتكون الاقوى فأحبكم كثيرا ومشان الناس المتحمسة اللي هيكي عم تستنى شي بوعدكم اللي رح يكون اللي كليب فيو دعس فيو معط وجوه في ناس يعني رح يتسفق عوجه رأيي بالموضوع اني انا كلش متحمسة لهاي اللي دراما الجديدة اللي اتوقع رح تبدي وحسب ما اسمعنا من الكلام ويسام انه الاغنية الجديدة رح تكون دست علها جواني فاكتبوا لي بالكومنتات هل تتوقعوا ان الاغنية حتكون اقوين مال جواني هل حتكون اضعف ومن تتوقعون يفوز هذه الحرب وبس والله هنا افصل نهاية المقطع اللي تجنسوا تحطوا اللايك وتشتركونا بقناة جانو كفاية زيان قناة مبنكة القصص مع السلامة